الآن هناك كلام حقيقي على واقع الأرض هو مسألة إخراج مستشارية التحالف الدولي من العراق انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بسبب لوجستين ستكون في مشكلة مما هو مرتبط بالعراق وفي سوريا إن جرى هذا الأمر فعلا إذا ما أخذنا العراق على سبيل المثال كيف سيغير هذا من وضع المواجهة بشكل عام مع استمرار كل هذه الأنباء في غزة في لبنان مع جماعة الحوثي كيف ستتعامل ولايات المتحدة عسكريا مع هذه المسألة وهل تعتقد بأن هذا الأمر يصب بمصلحة الفصائل ضد الفصائل ما تفسيرك لهذا الأمر يعني هو الشؤال الأول أحمد هل العراق بحالة حرض ضد الولايات التحدة الأمريكية لا طبعا أنا الكلام إذا أنت في حالة حرض مع الولايات التحدة الأمريكية فتهيأ أن تقاتل الولايات التحدة الأمريكية وقالها قالوا اليوم التصريح إذا استمرتوا في هذا الحال ستدخلون في حالة حرض مع الولايات التحدة الأمريكية التصريح اليوم والتصريح بالأمس يقول نحن لا نغادر العراق والمسدس مصابه إلى رأسنا تنتبه لعيني يا أحمد النقطة نعم يعني بعدياً أكو عامل مهم جداً نحن دعونا نكون واضحين يعني يكون شيء اسمه معايير قوة وقدرة وتوازن وفرق القوات ما العراق تورد قبل مرتين وإن الولادة التحدى الأمريكية وشو حصل منها يعني شو هاي النتائج وشو حصل العراق من المزايدات السياسية والقوة سنهزم أمريكا شو حصلنا نحن العراقين لنكون واضحين نكون هناك عقلنا في استخدام في استخدام أدوات السياسة والعمليات السياسية وحتى مسألة استخدام القوة بعدين نحن يعني هذه التشكيلات يتبعوا عام قوات المسلحة يعني إذا هي خارج الضوابط وتستخدم القوة تحت مسمى أي مسمى آخر فمعناها أننا نحن في ورطة في العراق فعلاً في ورطة يعني يعني معناها أنك أنك تضع نفسك أمام قيارات صعبة ربما يتخذها الطرف الآخر وبعدين أنه حتى العمليات اللي محاولة إخراج القوات الأمريكية من سوريا فشلت الأولى تعرف أنه بعدما كانت واللتحدة الأمريكية تبحث عن غلق يعني الشريط الفدودي وتم إشعال مسألة العشار العربية وقصت ثم بعد ذلك جاءت طوفان أقصى وهذه العمليات كلها تحت مسمى كانت يعني هناك تفاق روسي إيراني سوريا يتم إخراج القوات الأمريكية هل تتكلم عن أولاد التحدة الأمريكية يعني يا راجل يعني 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 واحد يجي طلع القوات الأمريكية دور رضاها هذا كلام يعني الحقيقة بعيد عن الواقع وبعدين هذه هذه المناطق مثل التواجد أولاد التحدة الأمريكية موجودة في التنف في هذه المناطق وقريبة عن الأردل لحسابات استراتيجية بعيدة مثل أيضا موجودة بالعراق ضمن قاعدة ضمن توافق إذا انتهى التحالف في العراق وأمريكا هذا أو انتهى التحالف في الدول المحاربة داعش طيب تمام أوكي انتهى ولو داعش لا يزال هو تهديد يعني لم ينتهي مستوى الانتهاء طيب حتى لو اتفقنا على ذلك ولكن هناك يعني يعني الإطار الاستراتيجي هناك التحالف استراتيجي مع الولايات التحدة الأمريكية طيب والعراق لا تنسى أنه الولايات التحدة الأمريكية هي من هندسة السياسة في العراق وهندسة العملية التياسية وكل مخرجات المؤسساتية وبالتالي كيف تتفكر إذا كنت إذا كنت تتفكر كعراق إذا كنت تكون في حالة عرب مع الولايات التحدة الأمريكية فتفضل هذا الملعب وفليشو